بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لا زلنا مع اسم الواسع الواسع هو الله جل جلاله وسع علمه كل شيء ووسعت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء يسع الخلق علماً وقدرةً ورحمةً وحكمةً وعدلاً وكأن هذا الاسم يتصل بمعظم أسماء الله الحسنى الواسع هو المطلق الذي لا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن ولا مسموع عن مسموع ولا دعاء عن دعاء أحياناً الإنسان ينشغل بعمله عن أسرته أو ينشغل بأسرته عن عمله أو ينشغل بدراسته عن علاقاته أو بعلاقاته عن دراسته لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن وسع إحسانه جميع الخلائق ولا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره جاء العلماء يرجحون أن اسم الواسع اقترن بالمجيب لو أن الخلق جميعاً لو أن البشر جميعاً ستة ألاف مليون دعوه في لحظة واحدة لأجابهم معاً أيها الإخوة يسمع أصواتهم جميعاً يعلم ضمائرهم جميعاً يحصل مراداتهم جميعاً واسع عليم واسع قدير واسع رحيم ولك أن تتابع الأسماء الحسنى مع كلمة واسع أيها الإخوة الله جل جلاله واسع إذا نظرنا إلى علمه لا ساحل لعلمه أما بني البشر وفوق كل ذي علم عليم وإذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه ونعمه وإن تعدوا نعمة الله هل يمكن أن تقول لإنسان عد هذه الليرة؟ هي واحدة أي إن تعدوا فضائل نعمة واحدة أنتم عاجزون عن إحصائها فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى وكل سعة مهما عظمت تنتهي إلى طرف يعني الكون لأنه ما سوى الله له نهاية ومع ذلك الكون الذي هو ما سوى الله ونظرياً له نهاية عندنا ليس له نهاية أربع سنوات ضوئية أقرب نجم ملتهب لو أننا لهذا النجم طريقاً وركبنا مركبة أرضية لحتجنا إلى أن نصل إليه إلى خمسين مليون سنة القفزة الثانية نجم القطب من أربع سنوات ضوئية لأربعة آلاف سنة القفزة الثالثة من نجم القطب إلى المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية وفي قفزات وفي قفزات آخر قفزة نجم يبعد عنا أربعة وعشرين مليار سنة ضوئية إلى هنا وصل علمنا وَلَا يُحِيطُونَ بشيءٍ من علمه إلا بما شاء هذا الكون ونظرياً له نهاية لأنه ما سوى الله أكبر محيط المحيط الهادي بعد شهرين تصل إلى شاطئه له نهاية رواد الفضاء القمر وصلوا إليه وصلوا إلى أية مسافة ثانية ضوئية واحدة بعد القمر عنا ثانية ضوئية ثلاثمئة وستين ألف الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف يعني ثانية وقليل يقول لك غزونا الفضاء أنتم تجاوزتم ثانية ضوئية واحدة والأربعة وعشرين مليار سنة ضوئية يدعي ما ليس له كل شيء مهما بدى لك واسعاً له نهاية لكن الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية هذا معنى من معاني الواسع يوجد معنى آخر لطيف إذاً الله واسع ستة آلاف مليون إنسان كل إنسان له قزحية عين خاصة نبرة الصوت ما في إنسان بالستة آلاف مليون إنسان تشبه نبرة صوته نبرة صوتك رائحة الجلد ما من إنسان في الستة آلاف مليون إنسان تشبه رائحة جلده رائحة جلده ولولا هذه الخصوصية لما كان من معنى لاستخدام الكلاب البوليسية بصمة الإصبع توقيع هذه البصمة فيها جزر فيها خلجان، فيها رؤوس، فيها خطوط فيها منحنيات، فيها أشجار فيها مئة علامة لو تشابهت سبع علامات من المئة لكانتا لإنسان واحد سبعة بعض المجرمين أخذوا قطعة لحم من مكان آخر وضعوها فوق بصمة الإصبع كي تختفي معالم الجريمة بعد أربعة أشهر ظهرت ملامح البصمة الأصلية على الجلد الذي زرع فوق بصمة الإصبع هوية، يعني بالعقود مع التوقيع استخدموا بصمة الإصبع أن تقدم الوسيقة يقال لك التوقيع مزور، ثمان سنوات لجان تفحص التوقيع كي تصل إلى صحة التوقيع استخدموا بصمة الإصبع الآن النطفة، نطفة الإنسان هوية له وفي مؤتمر علمي حضرته في القاهرة ألقى أحد المندبين محاضرة عن النطفة وكيف أنها هوية، فعند المرأة جهاز يستقبل هوية هذه النطفة بالتعبير الأجنبي، الكود ويخزن، ما دامت هذه العلامة تأتي تباعاً فهو زوجها فإذا جاءت علامة أخرى فهو الزنا لكن متى يمكن للمرأة أن تستقبل علامة أخرى وهي امرأة شريفة بعد أربعة أشهر؟ هذه العدة، يموت زوجها وبعد انقضاء العدة تتزوج الآن تستقبل نطفة جديدة الآن الزمرة النسيجية هوية الدموية شيء أما أنا الآن أتحدث عن الزمرة النسيجية لكل إنسان زمرة نسيجية خاصة به هذا معنى اسم الواسع لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع الآن ملامح الوجه تقريباً ليس هناك وجه يشبه وجه قد يكون تشابه بالخطوط العريضة أما بالتفاصيل الوجه هوية اللون بآلات التصوير نرى الألوان متقاربة أما بالعين هذه العين تفرق بين ثمانية ملايين لون أنت إذا جلست إلى مجموعة أشخاص ترى كل واحد بلون لو صورتهم تراهم جميعاً بلون متقارب قوام الإنسان طريقة مشيه، طريقة حديثه ترى كل شيء؟ الله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق لكن الإنسان يخلق مجازاً شيئاً من كل شيء على مثال سابق فرق كبير، لذلك سمح الله لذاته العلية أن يوازنها مع خلقه قال فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ الكلية الصناعية بحجم هذه الطاولة ولا بد من أن تستلقي إلى جانبها ثماني ساعات وثلاث مرات في الأسبوع وتنقية الدم ليست تامنة يبقى بعض حمد البول وهذا يسبب شدة نفسية وتعصيم غير اعتيادي أما الكلية التي صنعها الله عز وجل بحجم البيضة تعمل بصمت أي أنت تصمم مركبة بسنة الخطوط كلها منحنية بسنة الزوايا حادة بسنة النافذة الخلفية صغيرة كالمركبات القديمة بسنة واسعة جداً لكن أنت تلاحظ بعد حين يعودون إلى نموذج قديم خيال الإبداعي محدود تصور إنسان يعيش فرضاً في المريخ يقول له رأس وجزع ويدان ورجلان هذا خيال الإنسان لكن الله عز وجل مبدع كيف؟ هل تستطيع أن تحصي أشكال أوراق النباتات؟ من أوراق كبيرة إلى أوراق مسننة إلى أوراق إبرية والله لو ذهبت أو أنضيت كل حياتك في تعداد أنواع أوراق النباتات لا تنتهي، الله مبدع بديع السماوات والأرض أنواع السمك مليون نوع من الأسماك في أسماك كالمزهرية في أسماك كالسحاب السوداء في أسماك شفافة في أسماك فسفورية في أسماك تدافع عن نفسها بصعقة كهربائية ستة آلاف فولت أحياناً أنواع الأسماك لا يعلمها إلا الله في أسماك تمشي على أرجل في قاع المحيطات ثمانية عشر مجلداً حول نباتات الأبصال وكل صفحة نوع من النبات ملون وتحت هذه الصورة طباعه يحتاج إلى هواء، إلى شمس، إلى ماء ثمانية عشر مجلداً وكل مجلد هكذا حجمه وكل صفحة نبات يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع الله عز وجل واسع، فضله عميم لكن ما عند الإنسان محدود يقول لك ما في شواغر، أتمنى وما في شواغر أما فضل الله عز وجل واسع لا حدود له قال قل لمن بات لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدبة أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب والله ذو الفضل العظيم فضل الله يسعك ويسع أخاك ويسع الناس جميعاً لذلك المؤمن بدل أن يحسد الناس يسأل الله، مرة قرأت بيتين ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب أنا عدلته قلت ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب فضل الله عميم فضل الله عز وجل له قواعد ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء من عباده من يشاء تعود على العباد فقف على حد الأدب أيها الإخوة الآن مرة كنت أركب طائرة من الجزائر إلى دمشق قائد الطائرة دعاني إلى أن أشهد الهبوط في غرفته في غرفة القيادة والله بهذه العين ونحن داخلون إلى بلدنا الطيب قال لي هذا مطار بيروت وهذه طرابلوس وأستطيع أن أرى إلى صيدة وإلى طرطوس بنظرة واحدة ماذا نفهم من هذا؟ كلما على مقام الإنسان تتسع رؤيته أنا على ارتفاع ثلاثين ألف قدم بنظرة واحدة بهذه العين رأيت بيروت وطرابلوس وبإمكاني أن أرى قريباً من صيدة وقريباً من طرطوس ثلاثين ألف قدم رواد الفضاء رأوا الأرض كلها النقطة الدقيقة كلما على مقامك اتسعت رؤيتك كلما على مقامك اتسع إحسانك معظم الناس اهتمام ينصب على أولاده فقط فيه إنسان أرقى اهتمامه على أفراد عائلته الكبيرة يقول لك عميد العائلة يهتم بالشباب والشابات يزوجهم، يدخل وسيط يتدخل في حل مشاكل هذه الأسرة الكبيرة وفيه إنسان يهتم بأبناء بلده لكن الأنبياء وحدهم يهتمون بالبشرية كلها لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً أخواننا الكرام، الله عز وجل الواسع في بعض الأحاديث القدسية عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم وقفوا على صعيدٍ واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر وقفوا على صعود ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون وأخذي كلام زل فيزول فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الإخوة، تصور فلو أن العباد جميعاً كانوا كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم كما أعطى محمداً صلى الله عليه وسلم فضل الله واسع، الدنيا فيها تنافس أما الآخرة تسع جميع الخلق لذلك أعرابي انزعج من أصحاب رسول الله لما عنفوا، قال له يا رب ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً قال له يا أخي لقد حجرت واسعاً فضل الله عميم أخواننا الكرام، إذا عرفنا اسم الواسع لا نتقاتل، نتعاون التقاتل على الدنيا، على النفط على مصادر المياه، على القمح في معركة مناطق نفوذ وفي معركة قمح، هذه قادمة وفي معركة مياه، وفي معركة نفط وكل هذه المعارك غير مقدسة الظالم قال لو يعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم؟ بسبب ظلمه لظن عليه أن يظلمه الله مع المظلوم، لو يعلم الظالم ماذا أعد الله للمظلوم؟ من عطاء لظن عليه أن يظلمه بالمناسبة، من باب التخلق بهذا الكمال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم بإمكانك أن تكون لطيف مع الجميع، كان عليه الصلاة والسلام لا يطوي بشره عن أحد، ابتسامته ترحيبه، تألق وجهه، لا يطوي بشره عن أحد تبسمك في وجه أخيك صدقاً إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم أنا أرى أن من التخلق بهذا الاسم وكنت أقول لكم دائماً ينبغي أن تتخلق بكمال مشتق من الله عز وجل الله واسع، يجب أن تتسع دائرة علمك لا تكون جاهل يجب أن تتسع دائرة إحسانك يجب أن تتسع دائرة عفوك لتشمل كل الناس كلما اتسعت دائرة علمك ودائرة إحسانك، ودائرة عفوك كنت أقرب إلى الله عز وجل في قلب صغير لا يتسع للآخر في قلب كبير يكبر ويكبر ولا ترى كبرة فيتضاءل أمامه كل كبير وفي قلب صغير ينتقم يصغر ولا ترى صغرة فيتعظم عليه كل حقير مرة رئيس فرنسي ألقى خطبة تعد أقصر خطبة في تاريخ فرنسا بعد الانتخابات، قال أشكر من انتخبني، وأحترم من لم ينتخبني وأنا لكل الفرنسيين، أنا لكلهم وأنت كمؤمن، أنت لكل الناس تفريق ما في عندك أبداً تقدم إحسانك لكل الناس تقدم خبرتك لكل الناس تقدم عفوك لكل الناس أي الأصل أن الكبير يسع الصغير والحليم يسع الأحمق والعالم يسع الجاهل والغني يسع الفقير بل إن المؤمن يتسع للحسود وغيره بل يتسع لمن أساء إليه الملخص أن يتسع حلمك لكل الناس وعطفك لكل الأولاد لأقربائك ولغير أقربائك أيها الأخوة، اسم الواسع اسم عظيم وأنت مرشح أن تأخذ كمالاً كبيراً من هذا الاسم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر